السفر حول العالم يشترك فيه الناس لكنه يحتاج الكثير من الأموال ومع ذلك هناك طرق يمكنك من خلالها السفر مجانا إذا كنت تعرف المكان الذي تبحث فيه تأتي بعض فرص السفر المجاني مع إقامة مجانية في الفندق أو السكن بالإضافة إلى وسائل الراحة الأخرى التي يمكن أن تساعدك على رؤية العالم وتجربته والاستمتاع به مجانا يمكنك أن تسافر حول العالم مجانا كما يلي أولا العمل مضيفا في شركات الطيران إذا كنت تظن أن المضيفين والمضيفات ينتقلون من طائرة إلى أخرى فقط فالأمر ليس كذلك تمتاز مهنة مضيف الضائرة بفرصة التجول في البلدان التي يسافر إليها خصوصا في الرحلات الطويلة والسكن المجاني وتذكرة مجاني كذلك بدون مقابل ففعلا هذه المهنة تناسبك إذا أنت تريد أن تسافر مجانا ثانيا العمل في زراعة لدى منظمة ووف إذا لم تسمع من قبل ما يتعلق عن منظمة ووف فهذه منظمة عالمية تساهم لك فرصة السفر إلى بلدان مختلفة بغرض زيارة أماكن زراعية كمتطوع وستلتقي في مدة تطوعك أناس من مختلف الجنسيات العالم ومن خلال تطوعك ستتعلم عن ما يتعلق عن زراعة العطوية وإذا تحتاج عن تفاصيل إضافية بإمكانك أن تزور موقعهم في الإنترنت ثالثا تدريس اللغة العربية والإنجليزية هل تعلم أن هناك إقبالا متزايدا على تعلم اللغة العربية في الدول الغربية سواء للتعامل مع الرعاية العرب أو التعرف على الثقافة العربية والإسلامية فإذا كانت لديك خبرة في تدريس اللغة العربية بإمكانك السفر لتدريسها في أمريكا وألمانيا وسويسرا وغيرها من الدول الأخرى وماذا عن اللغة الإنجليزية؟ إذا كانت لغتك الإنجليزية قوية وتستطيع التحدث بها بطلاقة والإلمام بقواعدها ومفرداتها فتلك فرصة ذهبية للسفر مجانا فالذي لا يعرفه معظم الناس أن الكثير من الدول الأجنبية مثل ذولة ألمانيا يحتاج مواطنوها لتعلم اللغة الإنجليزية ويرحبون بمن يسافر إليهم لتعليمهم لغة الإنجليزية وكل هذا مدفوع الأجر والسفر والإقامة إذا عجبتك هذه الفرصة بإمكانك أن تزور موقع دايفيربو وتجد هناك معلومات إضافية رابعا المنح الدراسية الأجنبية إذا كنت في سن الدراسة الجامعية يمكنك الالتحاق بإحدى المنح الدراسية بالخارج سواء للدراسة الجامعية أو الدراسات العليا كالدبلوما أو الماجستر أو الدكتوراة فهناك عشرات العروض للمنح الدراسية شاملة جميع التكاليف السفر والإقامة والدراسة بل وراتبا شهريا أيضا فضلا عن أنك ستعود إلى بلدك ومعك شهادة جامعية أو دراسات العليا متميزة عن أقرانك فأي فرصة أعظم من اقتنام مثل هذه المنح لزيارة البلدان الأجنبية والاستفادة علميا وأكاديميا خامسا الجلوس في المنزل ومتابعة اليوتيوب في حال لم تناسبك أي من الطرق السابقة لا يزال أمامك فرصة صحيح أنها لا تمثل سفرا حقيقيا إلى أنها ستفتح لك نافذة سحرية تطلعك على البلدان التي تحلم زيارتها ما عليك إلا أن تدخل على الموقع اليوتيوب وتكتب في قانة البحث جولة في شوارع ثم تكتب اسم الدولة التي تريد زيارتها وستشاهد عشرات المقاطع التي رفعها المسافرون والمقيمون هناك وكأنك انتقلت إليهم إذا عجبك هذا الفيديو أتمنى منك باشتراك القناة تشجيعا لنا لرفع المزيد من الفيديوهات إن شاء الله